السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون الاختبار التراكمي للفصل الثاني فصل الجمع للصفة الثالثة الابتدائي الفصل الدراسي الأول الجزء الأول الاختيار من متعدد اختاروا الإجابة الصحيحة يبين الجدول التالي أعداد الأشخاص الذين يمارسون بعض الأنشطة في حديقة الحي يوم الجمعة الأشخاص المتواجدون في الحديقة النشاط ركوب الدراجات المشي الركض القراءة عدد الأشخاص 12 لركوب الدراجات المشي 22 الركض 45 شخص القراءة 18 شخصا أجد مجموع الأشخاص نقوم بجمع هذه الأشخاص عندي 12 زائد 22 نقوم بجمع العدد هذا الأحد 2 زائد 2 4 زائد 5 9 9 زائد 8 يساوي 17 7 1 باليد ثم نقوم بجمع العشرات 1 مع 1 2 مع 2 4 مع 4 8 مع 1 9 إذن 97 شخصا هذا بالنسبة إلى السؤال الأول السؤال الثاني أحدد العدد الذي يجعل الجملة العددية التالية صحيحة عندي 2 زائد 5 زائد 8 بعدها يجي يساوي 2 زائد 8 يتبقى زائد كم العدد المفقود في الطرف اليمين هو العدد كم 5 إذن هنا لازم يكون كم 5 إذن الناتج هو فقرأ لكي تكون الجملة صحيحة ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة أحدد أي النقاط المبينة على خط العدد أدناه تمثل العدد 174 بالنسبة إلى السين تقع بين 150 و160 أقل من 160 أنا عند العدد كم 174 المئة واربعة وسبعين يقع بين المئة وسبعين والمئة وثمانين هذه النقطة هي النقطة كاف ما في الله إذن الإجابة هي فقرأ جيم ننتقل الآن إلى سؤال أربعة أكتب الصيغة القياسية للعدد ألفان ومئة وستة وأربعون نقرأ ألف وستين زائد مئة وثمانية وعشرين إلى أقرب عشرة هو قال لي إلى أقرب عشرة أولا نقوم بتقدير الأربعة وستين إلى أربعة وستين إلى أقرب عشرة الأربعة بخيل ما يعطي الستة فتبقى الستين كما هي مئة وثمانية وعشرين هذا عندي الثمانية وعشرين الثمانية كريمة تعطي الاثنين يصير عندي مئة وثلاثين فأقول له ستين زائد مئة وثلاثين صفر زائد صفر صفر ستة زائد ثلاثة تسعة وننزل واحد الجواب مئة وثلاثين إذن الإجابة هي فقرأ با ننتقل الآن إلى سؤال ستة لدى سميرة واحد واربعين ملصقا ولدى حصة اثنين وستين ملصقا ولدى عبير سبعة وخمسين ملصقا أحدد كيف أجد مجموع ما لديهن من ملصقات ما لديهن يعني المجموع كامل يعني لازم نحط بينهم إشارة الجمع بين الثلاثة الأعداد الواحد واربعين زائد اثنين وستين زائد سبعة وخمسين هذه العبارة هي العبارة دال إذن نقول لها واحد واربعين ما مجموع قال لي كيف أجد مجموع مجموع يعني بالزائد يعني واحد واربعين زائد اثنين وستين زائد خمسة وسبعين إذن الإجابة هي فقرة دال ننتقل ننتقل الآن إلى سؤال سبعة أحدد أي الرموز تجعل الجملة العددية أدناه صحيحة عندي خمسمائة وواحد وستون خمسمائة وتسعة وخمسون هل الناخد ألف إذا وضعنا الألف أنا عندي العدد الأكبر هو هذا على اليمين فلازم الفتحة تكون باتجاه العدد على اليمين هذا نسميها طبعا استراتيجية فك التمساح أنه يأكل العدد الأكبر إذن ناخد ألف هي الإجابة الصحيحة خمسمائة وواحد وستون أكبر من خمسمائة وتسعة وخمسون هذا بالنسبة إلى سؤال سبعة ننتقل الآن إلى سؤال ثمانية لدى عادل معرض لتجارة السيارات إذا باع في أحد الأشهر اثنين وثمانين سيارة وباع في شهر آخر سبعة وأربعون سيارة أقدر مجموع السيارات التي باعها عادل خلال الشهرين طبعا بما أن قال لي تقدير نقدر إلى أقرب عشرة فمثلا الاثنين وثمانيون قدرها إلى وين إلى الثمانين هذا في أحد الأشهر في شهر آخر سبعة وأربعون قال لي قدر كلمة قدر يعني مسموح لي بالتقريب سبعة واربعين أقرب عشرة لها هي وين خمسين نجمع الآن صفر زائد صفر صفر ثمانية زائد خمسة ثلطاش إذن يكون الناتج مئة وثلاثون إذن بيكون الناتج فقرة جيم هذا هو التقدير ننتقل الآن إلى سؤال تسعة سؤال تسعة لدى عبد الرحمن وأخيه خمسمائة واثنين وستين كرة زجاجية وحدد أي مما يلي يساوي خمسمائة واثنين وستين هذا طبعا مكتوب بالصورة القياسية وعطني الإجابات بصورة ماذا تحليلية التحليلية الاثنين آحد يعني اثنين زائد الستة عشرات اثنين زائد ستين الخمسة مئات زائد خمسمائة إذن الإجابة هي ألف الألف اثنين زائد ستين زائد خمسمائة إذن الإجابة هي فقرة ألف ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الاختبار التراكمي الإجابة القصيرة أجيب عن السؤالين التاليين سؤال عشرة قطع سليمان سبعة آلاف وثمانمئة واربعة وثلاثين كيلو مترا بسيارته خلال شهر اكتب سبعة آلاف وثمانمئة واربعة وثلاثون بالصيغة التحليلية الرقم أربعة هو أحد فنكتب أربعة زائد الثلاثة عشرات يعني لازم نقول زائد كم ثلاثين نضيف لها صفر زائد الثمانية مئات يعني نضيف لها صفرين السبعة ألوف نزيد لها ثلاثة أصفار على اليمين هذه هي الصيغة التحليلية للعدد سبعة سبعة وثمانمئة واربعة وثلاثون ننتقل الآن إلى سؤال أحد عشر في أحد الأيام أقلعت طائرتان من مطار الملك خالد من الرياض متوجهتين إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة وكانت إحدى الطائرتين تقل مائتين وثلاثة واربعين مسافرا والأخرى تقل مائة وتسعة وسبعين مسافرا أجد عدد المسافرين على الطائرتين موضحا إجابة طبعا التوضيح يكون بماذا بالجمع يبغى عدد المسافرين في الطائرة الأولى والطائرة الثانية لازم نقوم بعمليتين الجمع نقول له مائتين وثلاثة واربعون زائد مائة وتسعة وسبع ثلاثة زائد تسعة يساوي اثنى عشر واحد باليد واحد زائد أربعة زائد سبعة يساوي اثنى عشر يساوي اثنى عشر واحد زائد اثنين زائد واحد يساوي اربعة اذا عدد المسافرين اربعمائة واثنين وعشرين مسافرا على الطائرتين هذا هو التوضيح انتقل الان الى الجزء الثالث طبعا عندي الجزء الثالث الاجابة الاجابة المطولة يملك مصعب مزرعة تضم ثلاثة انواع من اشجار الفاكهة موزعة كما يلي ثلاثة صفوف من اشجار التفاح عندي ثلاثة صفوف من اشجار التفاح في كل صف عشر شجرات وصف واحد من اشجار البرتقال يضم ثمان شجرات والباقي عبارة عن سبع شجرات من اشجار العنب تتوزع بين اشجار البرتقال والتفاح اجد عدد الاشجار جميعها في مزرعة مصعب موضحا اجابتي اولا قال لي عندي ثلاثة صفوف من اشجار التفاح هذه تشبيه بهذا الشكل كل صف في ماذا عشرة ماذا يعني يعني ثلاثة ضرب عشرة هذا بالنسبة الى وين اشجار التفاح ثلاثة صفوف كل صف في كم عشرة يعني ثلاثة ضرب عشرة وصفا واحدا من اشجار يعني زائد زائد كم يعني صف واحد من اشجار في كم شجرة في ثمانية والباقي عبارة عن سبع شجرات يعني المتبقي بعد يعني زائد كم زائد سبعة اجد عدد الاشجار هذه عندي العبارة الرياضية طبعا بالنسبة الى ترتيب العمليات اولا لازم نبدأ بوين بالضرب في ترتيب العمليات والضرب اولا ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثين زائد ثمانية زائد سبعة طبعا بما ان الاشارتين ما يحتاج يقول من اليمين الى اليسار نجمع مباشرته نقول له ثلاثين زائد سبعة زائد ثمانية خمسطاش ثلاثين زائد خمسطاش يساوي خمسة واربعين شجرة اذا لمزرعة مصعب يوجد خمسة واربعين شجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا